قررت الهيئة التنفيذية لكتلة حلف وجامع حضر موت في اجتماعها الاستثنائي اليوم اعتبارا من يوم الرابع والعشرين من ابريل يوما وطنيا لحضر موت لرمزيته اثر تحرر حضر موت من قبضة عناصر تنظيم القاعدة الارهابي والقضاء على فلول الارهابيين وعبر الاجتماع بمشاركة عضو هيئة رئاسة الانتقال علي الكثير عن التأييد لدعوة وجهود شباب الغضب الجنوب في وادي حضر موت وبرنامجهم التصعيد لطرد قوات المنطقة العسكرية الاولى من وادي والصحراء حضر موت وشدد على ضرورة مغادرة عناصر المنطقة العسكرية الاولى لوادي حضر موت الى جبهات القتال ضد الحوثيين الارهابيين وتسليم الملف الامن والعسكري لابناء حضر موت باعتبارهم الاجدر والاقدر على تحرير ارضهم وصيانة امنها ودعا اللقاء مختلف القوى السياسية في حضر موت الى التلاحم والاصطفاف مع هذه الدعوة ودعمها لتنعم حضر موت بالامن والامان وقطع يد الارهاب على واديها واجتثاثه من ارضها